وإلى ذلك قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي أن الطيران الإماراتي شن غارات جوية اليوم على منطقة القوارشة المصدر قال أن طائرة من نوع آير تراكتور شنت ثلاث غارات مستهدفة بها القوارشة دون وقوع خسائر بشرية مضيفا أن الغارات تسببت في اتساع رقعة الخسائر في منازل المدنيين بالمنطقة فيما تجدر الإشارة إلى أن طيران ميليشيات الكرامة والأجنبي المساند له كثف غاراته الجوية على مناطق بنغازي خلال الأسبوع الماضي ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي سيد عدل عبد الكافي سيد عدل بداية باعتقادك ما هي الأهداف وراء هذه الهجمة الضخمة إن صح التعبير والتي لم يعلن عنها كسابقاتها من قبل ميليشيات الكرامة على محوري جنفودة والقوارشة في الوقت الحالي نعم الضحية طيبة لك أستاذ كريم ولمشاهدينكم حقيقة هي ليست بالهجمات الجديدة التي تقوم بها عمليات الكرامة أو قيادات عمليات الكرامة نصف على مدار عامين أو أكثر من عامين ونحن نحن 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 عام الثالث هجمات تمرت محاولة جلب الدعم الخارجي من بعض الدول والصائرات والطبع وكذلك بعض الأفتحة الدقيقة لمحاولة طبعا السيطرة على بنغازي وأيضا مدينة درنا فلذلك حقيقة هذه الهاجمات ليست بجديدة ولكن وثيرة التصعيد وهنا ما نتحدث عنه بالنسبة لثيرة التصعيد طبعا الهدف من ورائها الخسائر التي تمنى بها عمرية كرامة في صفوف عناصرة وألياتها من خلال الضربات الخاطفة السريعة وهذه التكتكات التي اتبعها ثوار فنغازي وأيضا حقيقة هذا دائما ما نشير إليه عبر منظرة الكريم أن ثوار فنغازي عادة ما يستهتبون التجمعات الهامة لقواتها وهذا ما يصبح مراكز جاذبية وهذا ما يتسبب في خسائف الصفوف عناصرة الكرامة واليات وأيضا تمنعهم من التقدم نظرا لعمليات الاتفاق التي يقوم بها ثوار فنغازي وحسر أو قيادات الكرامة عموما تستميد حقيقة لمحاولة استمرار حالة الصراع ولا نقول الحسن نعم طيب هل تعتقد بأن هناك علاقة ما بين تصريح القيادي بمجلس شورى ثوار بنغازي ويسام بن أحميد وكذلك ما يحدث الآن على أرض الواقع هناك في بنغازي وتجدد الاجتباكات بالتأكيد هو مرتبط هذه التصريحات بالواقع الموجود في مدينة بنغازي سواء تحدثنا عن ناحية الأمنية هم يتحدثون أن هناك ما يسمى الجيش الوطني العربي ومع ذلك هذا ما يطلق عليه جيش يقوم بفتح السجون وبالاعتقالات ولا أتصور ولا أعلم حقيقة في تاريخ الجيش أن يكون لها السجون عادة الشرطة العسكرية هي التي تمثل الجيش هذا إن تحدثنا عن جيش لذلك هناك مغالطة كبيرة جدا ففي ظل هذه الاختيالات في مدينة بنغازي وإلقاء الجثث في مكبات القمامة نهيك عن معاناة تنسانية التي يعيشها أهل مدينة بنغازي تحديدا والحصار المطفق وجحة سيولة وجحة المواد الغذائية وعدم وجود الأمن والأمان الذي دعموا بي عمليت الكرام وكانوا يتوقعون أنهم سيصلون إلى مرحلة الأمن والأمان في بنغازي ولكن كان النقيض هو المتوفر الآن نهيك عن الكارثة الكبرى وهي تجنيد الأطفال نحن نتحدث عن عمر 14 سنة يتم الدفع بأعداد كبيرة من هؤلاء الأطفال بيأكون حرب ومعركة هل هؤلاء الأطفال حقيقة سيكونون كارثة على المنطقة السرطية لأنهم تشبحوا بالاختال وبحمل السلاح وبالقره وبالعداء للمجتمع فهذه المأساة الدمسانية لذلك تتعادي منها بنغازي وقت تبطية نعم يعني ذكر بأن أحد الذين قتلوا في هذه المعارك هو من عائلة البرغة إذا قسنا ذلك على عدم الإعلان عن هذه العملية هل من الممكن أن تكون هذه التقدمات لكتيبة قبلية مثلا تقدم أبنائها من أبناء البرغة كرد فعل على ما قام به وزير الدفاع المكلف بالتأكيد أقول عبر من بركم نعم قبيلة البرغة فولا أقول كل القبيلة حقيقة لأن هناك صرفاء داخل هذه القبيلة وإن كانوا قلة أو يدهم ضعيفة ولكن جزء كبير من هذه القبيلة وخاصة من يقودونهم من بعض ما يسمون أعيان يشنون حملة كبيرة حقيقة على كل من ينشق عن عملية الكرامة فطبعا المهد البرغة يعتبر انشق وبدأ يسلو السفريحات عبر المنابر الإعلامية ويتواعد ويهدد وأيضا كشف الكثير من مغالطات ومن كوارث عملية الكرامة ومن الكذب والإدعاءات الكاذبة التي نحن بالطبيعة كنا نعرفها منذ سنوات طويلة ولكن عندما يظهر من أحد الصيادات من عملية الكرامة وينشق عنها ويصرح ويخرج ما في جعبته من معلومات دقيقة فهذه حقيقة تعتبر ضربة قاسمة لعملية الكرامة في ظل الضربات والتصريحات السابقة من بعض التصييات في عملية الكرامة والمحسوبة على الصيادية في عملية الكرامة هذا يؤدي إلى محاولة التصييات من قبل هذه القبيلة والدفع بالمساعدة لها في ظل تصار ما يقارب عن أربع عن ثلاثة ألاف من قبيلة القراث في معركة بنغادي تحديدة خطوة الاشتباكات التي وقدمت دفع بهم من قبل عملية الكرامة لذلك الآن يحسون بالخطر حقيقة إن حدث تراجع وانهيار في هذه العملية لأن حقيقة سنرى الكثير من الشخصيات منها القبلية وأوما يسمون أن فكم أعيان نهيك عن قيادات عسكرية وسياسية سيهربون إلى بعض دول الجوار أو من الملاحقة داخل لها نعم طيب يعني إذا تحدثنا على صعيد السياسي رغم أن هذه القوات تتحدث عن انتصارات حققتها في المنطقة الشرقية لأنه قياسا بالأرقام التي تتضح من إحصائيات القتلى وكذلك على صعيد السياسي لم تحقق أي نتائج على الأرض الآن هل تعتقد بأن جولات الحوار التي صرح بعض الأحزاب بأنها تحاول بشكل أو بآخر بقاء الوبع على ما هو عليه وكذلك في السنوات السابقة لجولات الحوار التي كل مرة كانت لربما تتأخر المسودات فيها للظهور للعالم حتى يتم التقدم بشكل أو بآخر لميليشيات حفتر هل إذا وضعنا كل ذلك في جانب قياسا على ما يحدث وجولات الحوار القادمة في تونس والقادمة في شهر ديسمبر من قبل البعثة الأممية هل لها علاقة بكل ما يحدث الآن على الأرض سيد السيكريمة دعونا نتفق في نقطة هامة جدا وهي عندما ينتهي دور خليفة حفتر من قبل الدول الغربية التي دفعت به إلى ليبيا وتحديدا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هذه الدول دفعت بهذه الشخصية لأداء دور تنفيذ سياسة وأجندة معينة في ليبيا عندما ينتهي دور هذا الرجل بإيجاب شخصيات فقرة سستطيع أن تحق مطالح هذه الدول بليبيا سيتم إنهاء تواجد هذا الرجل بأساليب معتادة أو كان بارسيالي أو قتل أو إساحة الممرات لبعض الشخصيات أو العناصر القتالية أو كان من صواب بانغازي أو حتى من صفوق خليفة حفتر بالقضاء عليه وتطور أن هذا صور تارط على الانتهاء بالنسبة للمصرحية الهدرية التي يقودها خليفة حفتر ولكن نعم لا أنكر أيضا أن هناك جانب آخر وهو محاول استطالة الحوارات والجوبات وغير لإتاحة الفرصة لخليفة حفتر وليس للتيطرة على منغازي وهذه ما دائما وكن عليها ولكن الاستمرار نزيف الدم في المنطقة الزرقية وزيادة الأحقاد لأن حقيقة بالوصول إلى حالة الأقدم النهائي والأعمى ما بين البناء الوضع الوحي ستظل هناك إشكالية لمتحاولة إنهاء هذه الأحقاد لأن هناك سيصبح إشكالية أكثر وهي الضأر والمطاردات واستمرار حالة الاختيالات في المنطقة الثقيل وهذا ما يسعون إليه إلى عدم استقرار البلاد نعم طيب يعني شاركت في هذه الغارات نقول طائرات لربما من نوع جديد أجنبية وكذلك هناك وجود لكاسحات إماراتية وهذه لربما خط جديد على المعركة في بنغازي دمر الثلاثة منها حتى الآن هل يعني ذلك بأن هناك قدرة لربما بشكل أو بآخر على التقدم في بعض المحاور حاليا سيدتي الكريمة عندما أتحدث عن أسلوب وتكتكات صوار بنغازي على مدار عامين وأكثر استوعبوا جميع التكتكات والأثريب الاختيالية التي يستخدم قائد عملية الكرامة حتى استوعبوا الاستشارات العسكرية التي تقدم لهم من قبل بعض الدول والمستشارين سواء كانوا غربيين أو عرب حقيقة استطاعوا امتصاص هذه الصدمات والتعامل معها والاكتفاف على قوات حفتر أيضا العامل المهم والرئيس الذي دائما ما نؤكد عليه هناك من يدافع عن قضية وهي قضية وطن وأرض ودين وهناك من يريد أن يعبث بالأرض فسادا وجمل عناصر التي تقاتل في طفوف الترامة عناصر جهوية مقيسة أيضا خرجين سجون متعطين من مخدرات وعداد سبيرة جدا حقيقة لذلك ليس لديهم هدف حقيقة في قتالهم ولذلك تحدث بصفوفهم الخسائر بسبب ارتباطهم أثناء الاشتفاكات وأيضا نطفال الذين يتم دفع بهم في صفوف القتال ويترتب عليه حتى هؤلاء نطفال وأيضا بعض العناصر الأخرى لذلك إن تم الدفع بكاتحات الغامج إن تم الدفع بتانكات إن تم الدفع بالمزيد من طائرة بدون طيار يظن العامل الرئيسي المنتصر على الأرض هم أمنا مزيدة بنغازي مهما حدث من تراجع في بعض المواقع حقيقة لاستعادهم صوبة صدمة الذي يستخدمه قادة عملية اكترامة والذي تم مسهم به من استشارات عسكرية من خارج ميجيان نعم إذن سيد الخبير العسكري والاستراتيجي سيد عادل عبدالكافي شكرا جزيلا لك